بسم الله والحمد لله وصلاة 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 وصلا تصلح لغير المسلمين وتصلح للمسلم الجديد فيها ما يتعلق بحفظ القرآن والتوحيد وما يضد التوحيد الشرك وما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالوضوء الطهارة لاقتصال التيمم الأداب والأخلاق الإسلامية تجهيز الميت التكفيني والصلاة عليه فهي على ما سماها المؤلف دروس مهمة في غاية الأهمية لكل مسلم والله أعلم